فشل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير قرار لعرقلة الاتفاق النووي الإيراني من جهته أشهد الرئيس الأمريكي بنتيجة التصويت واعتبرها نجاحا للدبلوماسية الأمريكية رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنتيجة التصويت الذي شهده مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الخميس والذي انتهى إلى إفشار محاولة تمرير مشروع قرار لإجهاض الاتفاق النووي الإيراني واعتبر أوباما أن نتيجة تتعد انتصاراً لكل من الدلماسية والأمن القومي وسلامة أمن العالم بأسره وعبر أوباما في بيان له عن سعادته بالنتيجة وعن امتنانه للدعم الغوي الذي قدمه المشرعون والمواطنون على السواء مشيراً إلى أن الخطوة التالية ستكون الانتقال إلى العمل المتمثل بتطبيق هذه الصفقة ومتابعة أعمال التحقق منها للتأكد من أنه لا يمكن لإيران أن تصنع سلاحاً نووياً وفي نفس الوقت اتباع سياسة خارجية تبقي أمريكا والعالم كله مكاناً أكثر أمنى وصوت 58 عضواً مقابل 42 على لائحة إجرائية في الكونغرس ترفض الصفقة مع إيران إلا أن تمرير قرار عدم التأييد الذي طرحه الجمهوريون كان يتطلب 60 صوتاً وهو ما فشل الجمهوريون في تحقيقه يوم الخميس من جهته أشاد وزر الخارجية الأمريكي جونكري برفض مجلس شيوخ عرقلة الاتفاق النووي مع إيران مؤكداً أن هذا الغرار خطوة مهمة في سبيل تنفيذ الاتفاق الذي قال أنه سيمنع طهران من الحصول على سلاح نووي مؤكداً أن وزارة الخارجية الأمريكية ستكون ملتزمة بالكامل بتنفيذ هذا الاتفاق والتحقق منه ضمان وفاء إيران بالتزاماتها التي قطعتها في إطاره ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأمريكي منتصف شهر الجاري على الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني